ده دور كبير بتلعبه وزارة الثقافة وبتلعبه دار الأوبرا بالتحديد ده دور كبير بتلعبه الدولة المصرية اللي هو ايه؟ أن الثقافة للجميع متاحة للكل الثقافة تمنها مش فلوس والثقافة ما بتتعاملش بالفلوس خد بالك لا ينفع الثقافة تتعامل بالفلوس ولا الثقافة لها تمن بالفلوس الثقافة هي حالة شديدة الأهمية هي حالة ذهنية حالة وجدانية لازم 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 الدول نخد بالك الدول اللي بتفهم جدا هي اللي تلاقيها طول الوقت عندها هذا الزخم الثقافي الذي يذهب لكل الشرايح المجتمعية الذي يذهب إلى الاستقطاب كل الشرايح أو الشرائح العمرية وبالتالي أنت تذهب لكل المجتمع بكل طبقاته سواء إذا كان اجتماعية أو مالية من ناحية أو إذا كانت شرائح عمرية الصغيرين والشبان والكبار وما إلى ذلك مش بس علشان بترجي كافة الأذواق لا المسألة أبعد من كده هي المسألة أنك أنت بتقدم كل ده حتى تتعدد الأذواق بتدي الثقافة سواء إذا كانت هي موسيقى هي مصرح هي دراما هي سينما هي كتاب هي رواية هي قصة هي مصرح إلى آخره أنت ده بتعمله لأجل أن تتعدد الأذواق عشان تبني عقول علشان تبني روح علشان تبني وجدان علشان تنور عقله بصيرة دي حاجة كبيرة جدا مش كل الناس بتعرف تعمل ده مش كل دول الدنيا بتعرف تعمل ده يعني يا فيش غيرك يا عم يوسف يعني أو أنتو يا مصريين اللي بتعرفوا تعمله ده لا مين اللي قال كده في دول كتير بتلعب هذا الدور بس خلي بالك هو مش كل الدول تعرف تلعب الدور ده وفي نفس الوقت بخصوص نحن كمصريين إحنا من أشطر الناس اللي بنعمل ده وإحنا أول ناس عملنا ده وأقدم ناس عملنا ده ومن أكتر الناس لا أو إحنا أشطر مش من أكتر الناس شطر إحنا أشطر ناس بتقدم دايما ثقافة لشعبها ولمجتمعاتها وده شيء الحقيقة دايما لازم يدعوك للفخر في فترة ما الأمور هديت للأسف يعني من 2011 لحد 2014 بطبيعة الحال عدم وجود استقرار أمني وعدم استقرار وجود وعدم استقرار سياسي إلى آخره يدفع بأنه هذه الجرعات بترجع لور وزارة الثقافة بالمناسبة وأي جمعيات ثقافية وأي منظمات ثقافية بتشتغل على هذا الشكل من التنوير وبتشتغل على أنه تبقى الفنون والثقافة هي جزء رئيسي من حياتنا اليومية دايما الواحد لازم يشكرهم ولازم يقف جنبهم ولازم يدعمهم وما إلى ذلك ترجمة نانسي قنقر